النهاردة اللوى مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وجه بتقديم الدعم للمستشفى أبو ريش للأطفال وإمدادها بالأدوية والمستلزمات الطبية لرعاية الأطفال المرضى وده إهداءا من وزارة الداخلية للمستشفى علشان تقوم بدورها المحوري في علاج الأطفال اللوى طارق عطية مساعد وزير القطاع الإعلام والعلاقات العامة قام النهاردة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالتوجه للمستشفى على رأس وفد من الضباط والضبطات لتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية لهم أنا معايا اللوى طارق عطية مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام سأل خير وأهلا بيك يا فندم أهلا بيك يا فندم أهلا وسهلا أهلا وسهلا وقل لي يعني حرص يعني أول حاجة حرص الوزارة على أن هي تشجع أو تطالب يعني بدعم مستشفى أبو الريش للأطفال ده نابع من إيه يا فندم وتفاصيل المبادرة أي الحقيقة فندم الدور اللي بتقوم بيوزارة الداخلية في تكريس الأمن في الوطن لا يعني فقط الإجراءات الأمنية بل يمتد أيضا للدور المجتمعي اللي لا يقل أهمية اطلاقا عن الإجراءات اللي تاخدها الوزارة في حماية الأمن الوطن وتسحكيات الوزارة دائما لتعظيم هذه المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتقديم الدعم اللي لازم لكافة المؤسسات لتحتاج إلى مساندة مجتمعية والحقيقة الزيارة اللي قمنا بها النهارة المستشفى عبد الريش كان الهدف منها الأساسي هو التعامل مع الهادي المؤسسة الصحية الهامة اللي تكون بدور محوالي في علاج أبنائنا خاصة ممن يحتاجون لمساندة لاستكمال علاجهم وشفاءهم بإذن الله تعالي الحياة المبادر الإنسانية دي احنا قمنا قد نكون مجموعة من الضباط والضابطات ولكننا بنعكس بالفعل رغبة جامحة لدى معظم الضباط لدى قطاع عريض جدا من الضباط والأفراد على مستوى الوزارة بالمشاركة في مثل هذه المبادرات الإنسانية اللي ابتدف إلى تعديد الدور المجتمعي للشرطة في هذا المكان وإحنا النهاردة تمكننا بفضل الله من إحنا نبعث البسمة والأمل في نفوس الأطفال وأطفالنا في المستشفى أبو ريش من خلال المبادرة اللي وجه سيد وزير الداخلية كل من قطاع الإعلام والعلاقات وقطاع خدمات طبية أنهم يطلعوا بيها ووجه سيدته بتوفير الدعم من خلال تقديم أدوية ومستزمات طبية تحتاجها المستشفى فاضلا عن إشاعة مناخ من البهجة في أوسط الأطفال وتقديم لهم بعض الهدايا واللعب وبنزل المولد النبوي الشريف قدمنا لهم بعض حلوة المولد في إطار التعاطب والتقاظر معهم وتلكية عندهم مناخ البهج تمام طيب أنا طبعا بحييكم على هذه المبادرة يا فندم وأنا عارفة أن كان لكم مبادرة تانية بخصوص علاج المرضى مجانا في يوم الجمعة هل دي كانت فترة مستشفى الشرطة عفوا أيام المستشفى الشرطة أيام الجمعة قولي المبادرة دي ما زالت موجودة ولا هي كانت فترة معينة أيضا هذه المبادرة لازالت مستمرة القطاع الخامنية التبية بيبناء على توجهات من أستاذ مجد عبدالففار وزير الدخلية بيطلع بهذا الدور إسبوعيا وبيجوب كل المحافظات في تقديم العلاج المجاني لأهلنا في كل المحافظات وفي مصر وفي المستشفى الشرطة في العجوجة في أيام معينة في الإسبوع ويقدم لهم الأدوية أيضا في طار زي ما قلت لحضرتك الدور المجتمعي الذي لايق الأهمية عن إجراءات الأمنية بيكون بها الوزارة لتفعيل المبادرات الإنسانية والجالب الإنساني في أداء الشرطة ومدى الإقبال بيكون إيه يا فندم؟ يعني في الأيام المعلن عنها أنه هيتم تقديم العلاج المجاني في مستشفى الشرطة الحقيقة بيبقى إقبال ملموس وإقبال يعني بيبعث على التشجيع وإن نحن دايما بنبقى تخدمة هذا المجتمع فده بيبعث ترتاح في الفوصنة إحنا شخصين ومبقاهم يعني سعاداء بيقبال الجمهور على التقدم لهذه العيادات والحصول على الدواء والعلاج اللي وده بيكون يا فندم يعني عيادات خارجية وكشف فقط ولا ممكن يتطور لأشياء أخرى ممكن يحتاجها المريض تحليل أشعات عمليات للحقيقة مبادئة بيبقى كشف وتقديم أدوية لما يتطور أمر عن هذا بيبقى لها إجراءات أخرى زي العمليات وزي بيبقى لها إجراءات أخرى ولكن بيمتد في كل الأحوال إلى الكشف والعلاج ده أيام الجمعة فقط يا فندم لأن حيطك تقولي في الأيام محددة هل هي الجمعة فقط ولا ممكن تكون أيام تانية المواعية تكون أيام تانية حسب التواجد داخل المحافظات المختلفة لكن في القاهرة بتيبقى غالبا يوم الجمعة من كام لكام ولا مش هنعرف نقولها دلوقتي لا بتبقى من الصبح من الصبح إلى أن ينتهي اليوم إلى أن ينتهي تمام يعني طول اليوم تمام بذلك يوم عمل يوم عمل في المستشفى كامل تمام أنا بشكرك شكرا جزيلا يا سابت اللوة وربنا يوفقكم يا رب شكرا لحضرتك يا فندم نعم ترجمة نانسي ق communist